تلك المجال سروضة وغراسها للقلب زاد والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد عمل بلا علم كما زرعوا وما وجدوا حصاد العلم بوصلة الهدى وهو السبيل إلى الرشاد إلى الرشاد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين الحمد لله الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق الذي بعث رسله لإخلاص العبادة له وحده سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وكما قال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ليوحد سبحانه ويكون الدين له وحده والإخلاص العبادة له وحده ولهذا كان على المسلم أن يجتهد في تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى والبعد عن كل ما ينقص هذا التوحيد أو يخدشه فضلا عما يزيله وينقضه على المسلم أن يتعلم العلم الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى الذي يبين له ما يجب لله فيعمل هذه الواجبات والذي يتعلم ما يخل بالتوحيد حتى يجتنب هذه الأمور سواء كانت قولية أو فعلية أو اعتقادية وهذا على منهج أهل السنة والجماعة في أن الإيمان قول عمل فالإيمان كما يكون بالقلب يكون باللسان ويكون بالجوارح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فالإيمان كما يكون بالقلب يكون باللسان ويكون بالجوارح وليس الإيمان في القلب فقط كما يظنه بعض الجهال وبعض الفرق المنحرفة حينما يكون الإيمان في القلب نقول الإيمان بالقلب صحيح يكون في القلب لكنه ليس محصورا في القلب بل يكون أيضا بالأقوال ويكون بأعمال الجوارح فالصلاة إيمان والزكاة إيمان والحج إيمان والذكر إيمان وتلاوة القرآن إيمان كما أن التوكل على الله ومحبة الله ورجاء الله من الإيمان فالإيمان أقوال وأعمال وسيكون حديثنا في هذه الدقائق إن شاء الله مركزا على بعض الألفاظ والأقوال التي تخل بالتوحيد سواء كان هذا الإخلال بالتوحيد والإيمان بما يخل بكماله الواجب أو بعض الأقوال التي تنقض الإيمان وعياذ بالله وتزيل التوحيد وتتنافى مع الإسلام فعلى المسلم أن يراقب ألفاظه وأقواله وكلامه حتى لا يكون فيه شيء يغضب الله عز وجل حتى لا يكون في أقواله ما يخرجه من التوحيد أو يخل بكمال توحيده الواجب لأن الإنسان قد يقول كلمة يهوي بها في النار وعياذ بالله قد يكون يقول كلمة يهوي بها في نار جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها ويزل بها يزل بها إلى النار أبعد ما بين المشتق والمغرب كما قال سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه إلا لديه رقيب عتيد فالعبد قد يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفع الله بها درجات وقد يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار والعياذ بالله فعلى المسلم أن يراقب الله عز وجل فيما يقول وفيما يترفض فيه وهذا لا يكون مفيدا إلا إذا تعلم المسلم العلم الشرعي الذي يبين له الأقوال التي تتنافى مع التوحيد ومع تعظيم الله سبحانه وتعالى وأعظم شيء يقال في هذا المقام في هذا السياق وأعظم أقوال وألفاظ تتعلق بهذا هي الدعاء الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة الدعاء هو العبادة ويجب صرفها لله ودعاء غير الله نقض لهذه العبادة ولهذا التوحيد فالله سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين سمى الدعاء عبادة فدعاء غير الله الذي يدعو غير الله أيًا كان المدعو سواء كان هذا المدعو ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو وليًا من الأولياء أو كان شمساً أو قمراً أو حجراً لأن الجامع لهذه كلها أن هذه معبودات مخلوقات فمن دعا غير الله ومن دعا غير الله وسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله وقع في الشرك قال الله سبحانه وتعالى ومن أضل يعني لا أحد أضل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وقال سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فالدعاء يجب أن يخلص لله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله فلا تدعو مع الله هذا لا تدعو ملك ولا نبي ولا ولي ولا جني ولا شمس ولا قمر ولا حجر ولا شجر يجب أن يكون الدعاء خالصاً لله سبحانه وتعالى قال عز وجل ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الخاسرين ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وأن يريدك بخير فلا راد لفضله صيوه من يشاء من عباده فالله سبحانه وتعالى هو المعبود الذي يجب أن تُخلص العبادة له سبحانه وتعالى والذين يدعونا غير الله من الأولياء والصالحين ويسألونهم ويسألونهم تفريج الكربات ويسألونهم الشفاء والمدد والولد والرزق والنصر والتفريج الهموم هؤلاء يقعون في الشرك والعذب الله بدعائهم لغير الله ويقعوا في الشرك يقعون في الشرك والشرك محبط للأعمال الشرك محبط للأعمال لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من خاسين والشرك لا يغفره الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الشرك أعظم من الزنا ومن الربا ومن الخمر ومن قتل النفس الذي يدعو غير الله فعلى أعظم الأمور لأن ما دون الشرك من الكبائر تحت مشاءة الله قد يشاء المغفرة لصاحبه وقد يعذبه وإن عذبه فإنه لا يخلده في النار لأن النار لا يخلد فيه موحد موحد لا يخلد فيها موحد من مات على التوحيد ولو كان عنده كبائر فإنه إما أن يغفر الله له أو يعذبه سبحانه وتعالى ولكن ولا يخلده أما من مات على الشرك يدعو غير الله فهذا لا يغفر الله ولا يغفر بالله خالد في النار إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من الأنصار وما للظالمين من الأنصار إنه من يشرك بالله وما قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سيء لا ينفع صلاة ولا صيام ولا حج الذي يدعو غير الله هؤلاء الذين يستغيثون بالأموات ويطوفون بقبورهم ويعياذ بالله ويتمسحون بهم ويسألونهم المدد والشفاء والولد هؤلاء يولع عياذ بالله وقعوا في الشرك ونحن حينما نقول ذلك ليس هذا تنقص للأولياء ولا للأنبياء بل هذا هو ما يريده الأنبياء والأولياء الأنبياء لا يريدون ولا يرضون وكذلك الأولياء لا يرضون أن يدعوهم أحد من دون الله تجد أهل الشرك الذين يفعلون ذلك يقول أنتم لا تحبون الصالحين لماذا لا تمنعون ندعاء الصالحين يقول بل نحن نحب الصالحين ولكننا لا نرضى أن يجعل العبد في مقام الله لا نرضى ولا يرضى الأولياء أن يرفعوا إلى درجة الرب سبحانه وتعالى فيعبدون من دون الله ويعبدون مع الله بل سيكفرون بعبادة من دعاهم ومن عبدهم وسيتبرؤون منهم ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك كما في حديثي بهريرة قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه إذا كنت تريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فأخلص التوحيد لله أخلص الدعاء لله أما الذين يدعون هؤلاء يدعون الأولياء والصالحين ويسألونهم ما لا يقدر عليه إلا الله وهو يدعون الأموات والغائبين يقعون في الشركة أما دعاء الحي فالحي يجوز أن يدعى بثلاثة شروط أن يكون حياً المخلوق يدعى إذا كان حياً وقادراً وحاضراً فتسأله ما يقدر عليه تقول أعطني كذا أو أريدك أن تفعل كذا شيء يقدر عليه المخلوق أما أن تسأل المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله كالشفا وتفريج الكروب وتفريج الهموم التي لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى وتسأله الولد وتسأله المدد وتسأله مغفرة الذنوب وتسأله أن يدخلك الجنة أو ينجيك من النار تسأل ولي أن يدخلك الجنة أو ينجيك من النار أو تسأل الغائبين والأموات فهذا وعياذ بالله من الشرك فهذا من أعظم بل هو أعظم الفاضل التي ينهى عنها أما التوسل بالصالحين فهذا بدعة لكن لا يوقع في الشرك من يقول أسأل يا الله من يسألك بجاه وليك وبجاه نبيك فهذا دعا من بدعة لكنه لا يخرج من ملة كما يقوله بعض أهل البدعة الذين يقولون إنكم أنتم يا من تدعون التوحيد تكفرون عباد الله نقول لا هذا ليس كفراً ولا شركاً مخرجاً من ملة ولكنه بدعة لا تتوسل بجاه الصالحين ولا بحقهم ولا بحرمتهم وإنما التوسل المشروع يكون بثلاث أشياء أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته تقول أسألك يا ربي بأسمائك الحسنى وصفاتك عرى وبرحمتك وبمغفرتك أن تغفر لي وباسمك العزيز القدير وهكذا تسأل ربك بأسمائه وصفاته وتتوسل إلى الله بأعمالك الصالحة هذا توسل مشروع تقول اللهم أني أسألك بصلاتي أن تغفر لي أسألك ببري لوالدي أن ترحمني أسألك بأعمالي الصالحة أن تعفو عني هذا جائز تتوسل بأعمالك أنت وليس بأعمال غيرك ولا بجاه غيرك أو تتوسل بدعائه الصالح أو بدعائه الشخص الحي فتطلب منه الدعاء أن يدعو مثلاً أن يستسقل المسلمين أن يدعو للمسلمين ونحو ذلك تقول يا فلان أدو الله لنا أن ندعو الله أن الله يغيثنا كما في حديث عمر رضي الله عنه اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبيك أو بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعمي نبينا قم يا عباس فدعو الله طيب عمر رضي الله عنه لماذا لم يتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته جاه الرسول موجود لم يموت جاه الرسول صلى الله عليه وسلم بموته لأن عمر رضي الله عنه وسائل الصحابة يعلمون أنه لا يجوز التوسل بالجاه وإنما يتوسل بدعاء الشخص إذا كان حياً أما إذا مات فلا يتوسل بدعائه إن تدعوهم لا يستجيبوا لكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم فلهذا قال قم يا عباس فدعوا الله أن يسقينا فتتوسل بدعاء الحي من الألفاظ التي تخل بالتوحيد التنديد التنديد اللفظي أن تجعل المخلوق نداً لله باللفظ كقول ما شاء الله وشئت ما شاء الله وشئت ويقاس على ذلك ما كان في مثل هذا السياق أن يقال ما لي إلا الله وأنت هذا تنديد لا يجوز أن تقول ما لي إلا الله وأنت أو أنا في حسب الله وحسبك أو في وجه الله ووجهك أو داخل على الله وعليك هذا لا يجوز لأنك ساويت المخلوق بالخالق لأن الواو حرف حطفة مساواة وإنما يجوز أن تقول أن تقول أنا في وجه الله ثم وجهك أو ما شاء الله ثم شئت لأن ثم تقتضي التراحي فالتنديد اللفظي لا يجوز هذا لما قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله نداً قل ما شاء الله وحده قل ما شاء الله وحده فالتنديد لا يجوز لا تقول أنا في حسب الله وحسبك أنا في وجه الله ووجهك أنا داخل على الله وعليك هذا لا يجوز لأنك جعلت المخلوق مثل الخالق وكذاك لا يجوز تقول الله ليه في السماء وأنت ليه في الأرض فأنت بهذا تساوي بين المخلوق والخالق في هذه المساواة اللفظية ويقرب من ذلك أن يقال مثلاً هذا حصل هذا حصل من الله ومنك من الله ومنك هذا أيضاً التنديد تنديد يعني جعلت المخلوق نداً للخالق قل هذا حصل من الله أو بفضل الله ثم ثم بفضلك فتأتي بثم التي تدل على التعقيب هل يجوز أن تقول لولا الله وفلان تقول لولا الله وفلان لما حصل كذا أو لولا الله وفلان لحصل كذا لا لا يجوز هذا أيضاً من التنديد لكن إيش تقول تقول لولا الله ثم ثم فلان فتأتي بثم إذا كان بشرط إذا كان هذا العمل إذا كان المخلوق سبب سبب ظاهر وحسي وشرعي إذا كان له سبب وتأثير ظاهر فهذا يجوز تقول لولا الله ثم فلان لحصل كذا أما إذا لم يكن المخلوق سبباً فلا يجوز لا بالواو ولا بثم طيب هل يجوز أن تقول لولا فلان لم يحصل كذا تقول لولا فلان لم يحصل كذا هذا هذا له حالتان الحال الأولى أن يكون للمخلوق تأثير ظاهر فهذا جائز تقول مثلاً لولا أن فلان مر علي بالسيارة لما أتيت بهذه السيارة إليكم هذا يعني سبب ظاهر وواضح لولا أن فلان أعطاني العلاج في هذا الوقت لكنت قد تأخرت في تناول العلاج مثلاً فهذا في أسباب ظاهرة وحسية لكن لا يجوز أن يكون في الأسباب الخفية غير الظاهرة أو مع تناسي المنعم وهو الله سبحانه وتعالى فلا تقول مثلاً لولا الطبيب لمات المريض لا يصلح أن تقول لولا الطبيب لمات المريض لماذا؟ نعم الطبيب قد يكون سبب لكن قد يجتمع طباء الدنيا على هذا الشخص وعند رأسه ويموت بين أيديهم فليس الطبيب هو هو المؤثر استقلالاً ولا تقول أيضاً لولا أن السائق كان ماهراً لانقلبت السيارة فهذا السائق قد تنقلب السيارة وهو يقود فليس هو السبب الوحيد وتتناسى فضل الله عليك وستر الله عليك وتتناسي شفاء الله في مثال الطبيب هذا الطبيب هذا الطبيب الذي كتب الله على يديه الشفاء قد يكون سبباً في وفاة شخص ليس كذلك؟ قد يخطي ويكون سبب في وفاة شخص فلماذا تقول لولا الطبيب لمات المريض؟ فلابد أن لا تنسى أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم والمتفضل سبحانه وتعالى وأن المخلوق قد يكون سبباً أما إذا لم يكن سبباً فلا يجوز إذا لم يكن سبباً أصلاً فلا يجوز أن تنتنسب الشيء للمخلوق لا بذكره وحده ولا بذكره مع الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان بحرف ثم حتى ولو كان مع التراخ أيضاً من الأشياء أو من الألفاظ التي تخل بالتوحيد الحلف بغير الله الحلف بغير الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفاً فليحلب بالله أو ليصمت من حلف بغير الله فقد أشرك من كان حالفاً فليحلب بالله أو ليصمت فالحلف بغير الله شرك كان يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يحلف بالأمانة أو يحلف بشرفه أو يحلف بأبيه أو بأي شيء من المخلوقات الحلف بغير الله شرك لأن الحلف لا يجوز أن يحلف إلا بالله لا يجوز القسم إلا بالله أو بأسمائه وصفاته من حلف بالمخلوق هذا شرك هل هو شرك أكبر أو أصغر هذا شرك أصغر إلا إذا اعتقد في المخلوق من التعظيم مثل ما يعتقده في الله فيكون شركاً أكبر لكن إذا كان يجري على لسانه يقول والنبي أو بحياتي أو بحياتك أو يقسم بالأمانة أو بالشرف أو نحو ذلك من هذه النوع القسم أو يقسم بالكعبة أو نحو ذلك من المخلوقات فهذا كله لا يجوز هذا من الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك من الألفاظ التي تخرج من الدين والعيادة بالله الاستهزاء بالدين والاستهزاء بالله سبحانه وتعالى أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بكتابه وآياته أو بثوابه وعقابه وأحكامه فإن هذا يتنافى مع تعظيم الله ويتنافى مع الرضا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً وقد قال الله سبحانه وتعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب ولئن سألتم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فالاستهزاء والسخرية بالدين أو بالله سبحانه وتعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم بأحكام الإسلام وشرع الله بالثواب والعقاب يستهزئ بالجنة وبالنار يستهزئ بما عد الله لأولياءه في الجنة من النعيم يستهزئ بالنار وما عد الله لأعداءه من الجحيم ويسخر أو يسخر من أحكام الإسلام يستهزئ بالصلاة والصيام والحج يستهزئ بشعائر الإسلام وشعائر الدين كل هذا وعياذ بالله مخرج من الدين حتى لو كان على سبيل المزاح واللعب لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب أتوا للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إنما كنا نخوض ونلعب أحاديث نقطع بها الطريق يا رسول الله ليش قالوا هؤلاء قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يعني يخصون الصحابة رضي الله عنهم يستهزئون بالصحابة يقولوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبا عند اللقاء هكذا يسخرون من الصحابة فأنزل الله هذه الآيات فجاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم يعتذرون يا رسول الله هي حديث مثل ما يقول نمزح عندما كنا نخوض ونلعب والرسول يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد أيمانكم وهذا أمر خطير لا بد الإنسان يتنبأ إليه وينبه غيره إليه يعني بعض الناس يأتون بنكة والعياذ بالله يسخرون بها من الدين ومن شعار الدين وما يدرون أنهم قد يهون في النار والعياذ بالله أو يخرجون من الدين بسبب هذه السخرية بالله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بإحكام الإسلام وشعائر الدين وأعظم من ذلك السب والعياذ بالله ليسب الدين أو يسب الله عز وجل أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم تجد بعض الناس إذا غضب يسب دين الشخص فهذا أمر خطير لا بد أن يتنبه الإنسان إليه وينبه غيره من الجهال لأن هذا منافل للدين بإجماع المسلمين حتى قال بعض علماء لا يقبل فيه ولا دعوة الجهل إنسان ما يأتي والله كنت أجهل أن هذا مخجم الدين كيف تجهل أن نسب الله يخرج من الله العياذ بالله السخرى من أحكام الإسلام كيف أنت ترضى بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم أبيه ورسوله ثم تسخر من ذلك وتستهزئ بشعار الإسلام وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا هذه من خصال المنافقين والعياذ بالله وليست من خصال أهل الإيمان من الألفاظ التي قد يطيقها بعض الناس السب لأمور كثيرة منها سب الدهر سب الدهر يسب الأيام يسب الساعات يسب اللحظات والأوقات تجد يسب الساعة التي رأى فيها فلان يسب اليوم اللي حصل فيه كذا قال الله سبحانه وتعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر يقلب الليلة والنهار فسب الدهر يتنافى مع تحقيق التوحيد لأن الدهر الدهر مخلوق الأيام والأزمان مخلوقة فالذي يسب هذه المخلوقات المدبرة بأمر الله فإن السب يرجع إلى من دبرها ومن خلقها ومن قدر فيها هذه الأشياء لأن الله قال وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليلة والنهار فكيف تسب هذه الأشياء فإذا كان يسبها لأنها هي محل لما حصل له فهذا وقع في الحرام وإذا كان يسبها لاعتقاده أنها هي الفاعلة من دون الله فقد جعلها خالق مع الله وعياذ بالله وهذا يكثر في ألسنة الجهال وبعض الشعراء الذين يسبون الأيام ويسبون الأعوام ويسبون الساعات التي حصل لهم في هذه المصائب أو المواقف وهذا لا يجوز ولا يدخل في السب الوصف فقط الوصف المجرد يعني لو قال إنسان هذا يوم حار أو مرت علينا سنة عصيبة شديدة هذا جائز إذا كان لمجرد الوصف وليس السب والتسخط فالوصف جائز كما قال سبحانه وتعالى عن لوت قال هذا يوم عصيب وقال سبحانه وتعالى إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحسي مستمر فوصف اليوم أو الليلة أو السنة بأنها يعني جديدة أو حارة أو نحو ذلك أو تقول هذه السنة صاب الناس فيها جوع أو نحو ذلك فهذا إذا كان لمجرد الوصف فلا يدخل في السب لا يدخل في السب المحرم ومن السب المحرم سب الريح يسب الريح الريح حينما تأتي وربما يعني يكون فيها ضرر عليه تجد بعض الجهال يسب الريح ويقول هذه الريح اللعينة وهذه الريح هذا لا يجوز ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الريح لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به لأن الريح هذه مأمورة مسيرة مخلوقة الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسلها والريح قد يكون فيها خير وقد تحمل شراً لأناس فلا يجوز أن تسب الريح ومما يدخل في هذا الباب أيضاً سب المسلم لأخيه واللعن ومن أعظم أيضاً التكفير أن يكفر أخاه المسلم أو يرميه بالفسق وليس كذلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرمي لا يرمي رجل رجلاً بالفسق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن كان إلا بيكون إلا بيكون صاحبه كذلك يعني حينما يرمي أخاه بأنه فاسق أو كافر فإن لم يكن كذلك فإنه يرجع إثم ذلك على القائل يرجع إثم على القائل فلا يجوز إطلاق هذه الألفاظ لا يجوز أن تكفر أخوانك المسلمين ولو فعل فعلاً محتملاً للكفر ولو فعل فعلاً محتملاً للكفر إلا كان فيه احتبال فلا يجوز أن تطلق التكفير عليه لأن هناك بعض الأفعال تكون كفراً ويكون الفاعل ليس بكافر لأنه فعلها فيما يُعذر فيه من الجهل والإكراه ونحو ذلك فلا يجوز الإنسان أن يطلق التكفير للمسلمين وكذلك الفسق ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه كافر فقد باء به أحدهما يعني يا أن هذه الكلمة تصيب ويستحقها المقولة فيه أو ترجع للقائل أو ترجع ويرجع إثمها لقائلها فعلى المسلم أن يتحرَّ وأن يحفظ لسانه وأن يكون ورعاً في إطلاق هذه الألفاظ حتى لا يرجع عليه إثم مقولته حتى لا يرجع عليه إثم مقولته وكذلك لا يجوز سب الحيوانات ورد في الحديث لا تسبو الديك ورد أن امرأة لعنت ناقتها في سفر فلعنت الناقة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذروها وتركوها واخذوا ما عليها وتركوها فإنها لا تصحبون ملعونة فلا يجوز الإنسان أن يلعن دابته ولا يجوز أن يلعن الجمدات تجد بعض الناس إذا غضب يلعن بيتها ويلعن سيارتها ويلعن هذا لا يجوز وأعظم من ذلك أن يلعن أولاده والعياد بالله أو يسب نفسه كل هذا يتنافى حقيقة مع حقيقة الإيمان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء المسلم ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ما يتكلم بالفحش وليس بذيء اللسان على المسلم أن يحفظ لسانه من اللعن والسب حتى للجمدات حتى ما يعني بل قال بعض علماء حتى إبليس المشروع أن تتعوذ بالله من الشيطان تجد بعضنا إذا غضب وكذا يلعن الشيطان وقد روية في بعض الآثار أن الشيطان يتعاظم حينما يلعن هذا الشخص ويرى أنه قد أغضب وحتى لعنه لكن حينما تتعوذ بالله من الشيطان يندحر هذا المشروع أن تتعوذ بالله من الشيطان أما إنسان يكون نعانا سبابا فإن هذا لا يلق بالمسلم الورع ولأنه قد يطلق هذه الألفاظ إلى محل لا يستحقها فيقع في الإثم والعياذ بالله من الألفاظ التي ينبغي أن يبتعد عنها الإنسان الإقسام على الله والتألع على الله بأن الله لا يغفر لفلان تجد بعض الناس إذا غضب يقول والله لا يغفر الله لك أو والله لا يرحمك الله أو والله لن تدخل الجنة أو والله لا بد أن يعذبك الله هذا لا يجوز وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك ما هذا الغرور ما هذا التحكم على الله تحكم على الله أن الله لا يغفر لفلان أو لا يرحمه أو لا يهديه بعض الناس يقول والله فلان لن يهديه الله سبحان الله أنت تحكم على الله أو تعلم قدر الله أو غيب الله هذه ألفاظ خطيرة يتساهل فيها بعض الناس والعياد بالله كذلك من الألفاظ التي يتشي عند الناس قول لو في التحسر على أمر سابق لو أني ما جئت لما حصل كذا لو أني فعلت كذا لحصل كذا هذا يفتح باب للشيطان ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ما ينفعكم يحرص على ما ينفعكم استعم بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شافع لا تقول لو أني ما جئت من الطريق ما حصل لي حادث لو أني ما حضرت ما حصل لكذا لو أني تقدمت لحصل كذا هذا يفتح باب للشيطان لا يجوز أن تفتح باب على نفسك تفتح للشيطان باب على نفسك أما لو كانت لمجرد الخبر تقول لو أتيتني أكرمتك ونوح ذلك هذه لا تدخل في المنهي عنه لا تدخل في المنهي عنه أو تمني أمور طيبة تقول لو أني عندي مال لتصدقت فيكون حسب ما تمنى وإذا تمنى شيئا سيئا يكون حسب ما تمنى لو تمنى سوءا فالمقصود أن الإنسان لا يفتح للشيطان على نفسه بهذه الألفاظ التي تكون باب للشيطان كذلك من الألفاظ التي تشيع عند الناس الدعاء بالبقاء تقول أبقاك الله مثلا أبقاك الله أدام الله أيامك وهذا يتنافى مع أن الله سبحانه وتعالى قد قضى بالموت كل نفس دائقة الموت فالأجال معدودة الأجال معدودة هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمي حبيبة لما قالت اللهم امتعني بزوجي رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودات وأرزاق مقسومة لن يعج شيئا قبل أجله أو قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله ولهذا أجدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول إنسان الشيء المشروع وكذلك الدعاء بطول العمر مطلقا لا ينبغي بل تقيد تقول أطال الله عمرك في طاعته أو فيما يرضيه لأن الإنسان قد يطول عمره ويكسب سيئات فلا تكون فيه مصلحته لكن حينما تقول أطال الله عمرك تقول أطال الله عمرك على الطاعة وعلى الخير ونحو ذلك كذلك مما ينبغي التنبيه إليه واشرنا إليه قبل قليل الدعاء على النفس أو على أولاد هذا لا يجوز بعض الناس إذا غضب دعا على نفسه وعلى أولاده وعلى ماله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعو على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم ولا على أموالكم لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجب لكم والمشروع أن تدعو لنفسك وتدعو لولدك وتدعو لمصالحك لأن تدعو على نفسك تأتي بالمصيبة على نفسك وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل أو شاب فوجد وقد خفت وصار مثل الفرخ فسأل سأله قال بما كنت تدعو قال كنت أدعو أن يدعو الله قال إن كنت معذبي في الآخرة فعجل لي العقوبة في الدنيا يعني ما تريد أن تعذبني يا ربي في الآخرة عجله لي في الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب هذا يدعو على نفسه قال سبحان الله هل تطيق هل تطيق أنت عذب الله ثم أرشده إلى أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقونا عذابنا لا تقول يا ربي عجل للعقوبة فلا يدعو الإنسان على نفسه لا يدعو الإنسان على نفسه حتى ولو مرض ولا يجس أن تسب المرض وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم السائب لما دخل عليها قال ما لك تزفس فيه قالت الحمى لا بارك الله فيها قالت الحمى لا بارك الله فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الحمى لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الخير الكير خبث الحديد بعض الناس إذا أصيب بمرض وتتهل الآلام يبدأ يسب المرض وعياذ بالله هذا لا يجوز عليك أن إنسان يرضى ويسأل ربه العافية ويسأل ربه الشفاء وقد يكون المرض خيرا له كم من أناس تابوا في أمراض وكفرت صيئاتهم بهذه الأمراض أما إنسان يدعو على المرض فهذا يعني لا ينبغي وأيضا هو يتنافى مع الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره كذلك من الأشياء التي قد تشيع وهي يعني تتنافى مع مع تحقيق الشكر لله وتفويض الأمن لله أنا بعض الناس يقول أنا عندي ثقة بنفسي أنا معتمد على نفسي وهذا لا ينبغي يعني النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه قال وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عِينَ قال وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عِينَ يَا حَيَّا قَيُوم برحمتك أستغيث أصلح لي شعني كله وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عِينَ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَلَيْهِ وأكرمك بهذه الأنواع الإكرامات هذا من جهود النعمة من جهود النعمة أن تنسى الله عز وجل وتنسى بالخير والفضل وما حصل لك إلى علمك وإذا جهدك كالذي قال إنما أوتيت على علم عندي هذا لا ينبغي وطبعا هناك ألفاظ كثيرة لكن الوقت يزاحمنا ولا نستطيع أن نأتي علي هناك مئات أو آلاف الألفاظ وهناك ألفاظ قد تشع في بيئة أو في موطن دون موطن أو عند أناس دون أناس أو بعضها حسب مقاصر الشخص لكن ينبغي الإنسان أن يبتعد عن كل الألفاظ هذه التي يكون فيها خلل في دينه أو بطاعته و باستقامته من الألفاظ مثلا أن بعض الناس يقول الله يظلمك كما ظلمتني هذا لا يجوز الله لا يظلم أحد سبحانه وتعالى الله عدل سبحانه وتعالى فلا يجوز أن تنسب الظلم إلى الله أن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون بعض الناس يقول الله يسأل عن حالك أو ينشد عن حالك الله لا يسأل الله عليم سبحانه وتعالى بكل شيء عليم فهو لا يسأل ولا يجهل سبحانه وتعالى وبعض الناس يقول الله يخون من خانني الله لا يخون سبحانه وتعالى هيجوز نسبة الخيانة ولا وصف الله عز وجل بالخيانة بعض الناس يقول واسطتنا هي الله لما يقول عندك واسطة يقول واسطة الله لا يجوز الله ليس واسطة الله سبحانه وتعالى هو المدبر للعالم مدبر لكل شيء إنما أمره إضارة شيئاً أن يقول له كن فيكون فلا يجوز أن يجعل الله واسطة كما لا يجوز أن يستشفع بالله على أحد من خلقه لا يجوز أن تقول يا ربي اشفع لي عند فلان أو يا أننا نستشفع بالله على فلان أو الله عليك أو عليك الله أن تفعل كذا تستشفع سواء تقسم أو تستشفع ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل إننا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله فقال سبحان الله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه الله ليس شافع الله حاكم يحكم ما يريد سبحانه وتعالى وهو المدبر لهذا العالم وهو المقدر وكل الناس بيده سبحانه وتعالى وبتدبيره وبحكمه فلا يجوز أن يقال مثل هذه الألفاظ التي تشيق في ألفاظ أيضاً شائعة عند بعض الناس يقول حينما يعني يريد أن يقدر شخص يقول يا سيد الناس يا سيد الناس أو يا سيد الناس هذا لا يجوز من هو سيد الناس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم فلا تجعل هذه السيادة المطلقة لمخلوق سيد الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم لا تقول يا سيد الكل أو يا سيد الناس سيد الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء أيضاً التي قد تشيق عند بعض الناس أن يقول تبارك محلنا أو تباركت علينا وهذا لا يجوز أن تبارك إنما يطلق في حق الله تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي جعل في السماء بروجاً فهذا اللفظ بمعنى التعاظم والتقدس إنما يكون لله سبحانه وتعالى من الفاضل التي تشيع يقال فلان الشهيد فلان الشهيد فلان فهذا نوع من الشهادة على غيب وما يدرك أنه شهيد ليس كل من قتل في معركة يكون شهيد قد يكون قتل رياءً أو قد يكون ختم له بخاتمة غير حسنة لكن تقول أحسب أنه شهيد أو نرجو الله أن يكون شهيداً ونحو ذلك لكن لا تقطع كما لا يجد أن تقطع أنه في الجنة ولا أنه في النار ولكن أن تقول نحسب أنه شهيد أو نرجو الله أن يكون شهيداً وإن شاء الله أنه من الشهداء ونحو ذلك دون أن تقطع على غيب كذلك من الأفاضل الشائع عند بعض الناس أن يقول رأي الدين ما رأي الدين في ذلك الدين ليس رأياً الدين حكم الله ليس آراء الآراء للناس رأي فلال ورأي فلال أما حكم الله الشرعي فهو حكم وليس رأي لكن قد يكون رأي عالم ما رأيكم في كذا ما حكم الإسلام في رأيكم يعني في نظركم في نظر هذا العالم قد يشهد ويخطئ لكن حكم الله عز وجل ليس رأياً كذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم ليس رأياً والدين هو ليس رأي وإنما هو شرع وحكم وهناك حقيقة ألفاظ يعني كثيرة جداً كما ذكرت وهناك ألفاظ تكون شائعة في مواطن أو في بلدان معينة أو عند بيئات معينة فعلى إنساء أن يعرف الضوابط العامة الضوابط العامة التي تندرج تحتها مئات الأمثلة فيبتعد عن كل لفظ مثلاً فيه تنديد مساواة المخلوق والخالق يبتعد عن كل لفظ في تنقص للدين أو تنقص لله سبحانه وتعالى أو عدم تعظيم لله سبحانه وتعالى يبتعد عن كل لفظ في تسخط على أقدار الله عز وجل وعلى حكم الله سبحانه وتعالى وكذا يتعلم القواعد العامة حتى لا يقع في لفظ يوقع في النار وعياذ بالله أو ينقص توحيده وإيمانا وعليه أن يسأل ربه أن يفقه في الدين وأن يحفظه ويحفظ دسانه وسمعه وبصره ويدعو ربه سبحانه وتعالى أن يهديه الصلاة المستقيم وأن يبعد عنه كل ما يسخطه من الأقوال والأعمال والألفاظ الظاهرة والباطنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يرين الحق حقا ويرزغنا اتباعه والباطل باطلا ويرزغنا اجتنابه وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وألسنتنا وأقوالنا وأعمالنا عما يغضبه ويسخطه إنه ولي ذلك والقادر علينا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وينفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يحفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وأن يديم علينا الأمن والأمان وعلى بلاد المسلمين عامة إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تلك المجال سروضة وغراسها للقلب زاد والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد عمل بلا علم كما زرعوا وما وجدوا حصاد العلم بوصلة الهدى وهو السبيل إلى الرشاد إلى الرشاد